معهد الوزير هل في خطر على الانتخابات بناء على العصفوريات والمسرحيات لك في موحلة كنت قلت معقول بس أنا بقي الانتخابات ما حدا بقدر يتحمل إنه ما تصير انتخابات حتصير بس ولكن المشهد اللي وصفوا السيد جان الحقيقة بتا بيقول وسع البكار طبعه كتير بأي معنى أنه طبعا العصفورية القضائية طبعا أنا قلت هادي تبكي بي سي سي طبعا ليه وأنا بشاركوا أنه الانتخابات كتير كتير صعبة ويوم قد ما فيني أنا حصل لأقدر بشدة عصب بدي عم شدة عصب لو بدي أخوه بكل شيء هذا عم نشوفه المشهد المشهد منه بعيد ولكن أنا ما بدي دافع عن المكون السني أنه هو في نوع من منتحالف بمنهج معين بعتقد هيدا يعني أنت بقول شطينا المغيطة كتير لأنه مش هيك القصة القصة بالنتيجة بس هذا مش مهم مش الانتخابات المكون السني لإعتبارات خارجية وداخلية قال أنا هالانتخابات بما أنه منا قادر تقوم بالتغيير اللازم وهذا غلط يمكن هو اعتكف لأسباب بتخصه ولأسباب كباءة أصدق المكون السني يعني رؤساء لا لا أنا عمعكي خصوصي على بقي سعد حبيب والرئيس مئاتي والرئيس سلام بقي سلام يشاهد أنه ليك يا بنا نكون جديين أن نخود معركة عندها ولو حد أدنى أنك أنت توصل لهدف ما أنت شفنا نحن بهالتركيبة السياسية القائمة منذ 30 سنة ما من هلأ القوة التي تتحكم بالقرار نعبدو على ثلاث أصابيات أو أصابيات طيب شو ما تعمل أنت عم تحمل المسؤولية وإنت مالك دور هذا موضوع ما في كفه وما هي كفه لا يمكن لأنه هاللعبة اللي قدت إلى أنهيها بكل شيء ما أنا قادة تبني ولو حاجة واحد بالنتيجة الناس بدي تأكل اقتصاد بدي قوم الناس بدي تفجع على معايشتها الطبيعية هالتركيبة السياسية اللي هي قدت إلى هذا النتيجة ما فيها تفجع هي تصلح لا يمكن مشين هيك هالانتخابيات يمكن هي ترانزيسيون هي باساج تاب اللي قادر يصلح مين القوى التغييرية بدك تجي أنت بظرف جديد الناس توعة أولا وأنا ماني شايف الناس وعيه وهون أنا بدي حمل المسؤولية شوي على هال تسميه الفورة اللي صارت بـ 17 إيار اللي ما عرفت ركزت على خيار 17 إيار 17 إيار 17 إيار ما ركزت على خيار عطت الناس خيار شو خيار الناس اليوم اللي شو خيار الناس هترجع الناس على خيار اللي بيخدمون لا بس عم نشوف القوى التغييرية عم بتشكل لويحها عم تعلن تحالفاتها عم تعلن مرشحينها يعني اليوم شفنا بولاي عقبيان والتحالف وطني قبل شفنا كلنا إرادة وقت اللي عملوا هذا اللقاء الجامع عم نشوف شمالنا منشوف يعني في عندك في عندك قوى تغييرية عم بتكون موجودة على الساحة أو عم بتعم تتأثر ضمن إطارات معينة بس إنت هيدا طبعا هيخدو طبعا هيكون في إلن بس أنا عم أقول شخص المسار إنت عندك إحزاب وقوى سياسية متجزرة متجزرة ما بس بشعبيتها لا متجزرة بقدرتها على التأثير على مراكز السلطة اليوم لما بلايه أنا قضاط هاللي سميها الدولة العميقة طبعا طبعا هالدولة العميقة بس دولة هيدا مش دولة هيدا مراكز سلطة عميقة لأن الدولة ما بيكون عندها انتماء انت بتتذكر كيف كان القوانين بالزمان لما كانوا مصف الدولة عنده أي لون سياسي كان يشيروه يحاكم يحاكم اليوم فيك تفوت إذا ما عندك لون سياسي أو انتماء كلي ما بس سياسي للأسف يعني للأسف شيئا عم أقول هل الوضع لا يمكن أن يستمر لسبب واحد ووحيد ما فيها تبني أنا بس بدي أعلق كلمة على اللي تفضل فيه استاذي نقول صحيح يمكن أنه كل حركات الاعتراض اللي انطلقت من 17-20 عليها مسئولية بالتوحد وتقديم البدائل بس كمان تمنكون عم نجلدون ما ننسى أنه هود الناس على مدى سنتين هذه الدولة العميئة عملت معهم بأقصى أنواع العنف في أكتر من 17 شاب وصبية اتفقرت عيونهم استاذ نقوله بسلاح ميليشيات رسمية وشبههم بلشيات رسمية لا 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 أتذنوا لا أنا ما عملومون أنا ما عملومون أنا بدي أسأل سؤال أنا عم أتمنى أنا بدي أسأل سؤال هل قامت هذه الحكومة بأي جزء من جزئياتها بملاحقة حدا اعتدى على هاو في ناس تكسرت في شهده سقطوا ميشي ميشي أنا عم أحكي عقابشي أنا عم أحكي أتمنى أنه يكون عم أعمل بشاة يفعوا إلى الهجرة 230 ألف فهمت أنا عم أرسم مشهد عم أقول خود مشهد يكون كان في وحدة فريق متواحد لأني أنا بعرف كم تخلقين جواب بعضهم لو كان فريق واحد عطل للبنانيين عبر كل المذاهب خيار كانت غير الوضع خليني رح تابع الحديث وليس محاسب مليح